وصل إهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادر الإسماعيلي غيابه عن قيادة تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي دون إبداء أي أسباب الأمر الذي أصار استياء أعضاء مجلس الإدارة في ظل الظروف الفنية الصعبة التي يعيشها الفريق في الفترة الأخيرة وعلم أن غياب أهاب جلال عن تدريبات الإسماعيلي يأتي بسبب غضبه من عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة حيث لم يحصل على راتبه منذ ثلاثة أشهر وفي الوقت ذاته يواصل فريق الإسماعيلي تدريباته استعدادا لمواجهة أمبي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ويحتل الإسماعيلي زيل ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعدما خسر في المباراتين السباقتين أمام الداخلية وسراميكا على التواري لتقليص حظوظه في بلوغ الدور الثاني من كأس رابطة الأندية المحترفة وعلى جانب آخر تحدث محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة الإسماعيلي عن أزمة المستحقات المتأخرة لدى خوان كارلوس جاريدو المدير الفن السابق للدرويش إذ قال في تصرحات خاصة جاريدو أخبارنا بصعوبة حل الأزمة وديا وأن الأمر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وشدد محسن عبد المسيح أن مجلس الإسماعيلي لن يمانع في بيع أحد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشرط تلقيه عرضا ماديا مناسب للنادي الإسماعيلي ترجمة نانسي قنقر